اشتركوا في القناة اجمل عنوان السعي الى الاخلاق المصرية كأن هدف القناة عندك وهدف سيادتك وانت تتحاور مع الجيلين انك تعمل تواصل من اجل القيم المصرية والاخلاق المصرية بطريقة شيك وبتحقق رسالة عودة الاخلاق والاصلاح الاخلاقي اللي كلنا بننشده الاصلاح الاخلاقي ده يعني ممكن اذكر بس الاخلاق هي ايه الاخلاق هي الجبلة او السجية او الطبيعة الاخلاق دي ممكن تكون حسنة وممكن تكون غير حسنة ممكن تكون جميلة وممكن تكون غير جميلة لكن عند الاطلاق بتكون مربيها الاخلاق الطيبة والاخلاق الحسنة الاخلاق يعني خطابنا الديني بيقول انها هي الدين والاخلاق في الحقيقة اسبق من الدين يعني لان ربنا جبل الانسان جبله ولا قد كرمنا بني ادم الكرامة دي مش من الاخلاق طبع في جبلته ولا لأ يعني ربنا خلقوا بجيناته كده بدليل ان الطفل الصغير اللي لسه متعلمش اي شيء لما تقشر في وشه بيعيط ولما تفتحق في وشه بيبقى مبسوط ولما بيتهان بيزعل ولما بيكرم بيبقى فرحان فبالفطرة بالفطرة عشان كده حدث على فكرة صراع بل شهداء ومن اكبر الشهداء لإثبات الحقيقة دي سوكرات سوكرات اللي ملقب بانه مؤسس علم الاخلاق هو غير ارستو ارستو تلميذ او تلميذ تلميذ ومتأثر به ارستو ده مذهب الاخلاق عمله مذهب لكن سوكرات هو مؤسس علم الاخلاق ده ما التلتمية تلتمية تسعة وتسعين قبل الميلاد تلتمية تسعة وتسعين قبل الميلاد عارف سوكرات قتل ازاي او مات ازاي محكوم علي بالاعدام بكاس شوكران السم قاعد يشربه بهدوء اعصاب ومات حكى معالي باعدام ليه لانه قال ان الاخلاق اي مع الاساسين اساس قوانين الدولة ومراعات حق الشعب والاساس التاني قوانين الدين قالوا انت افسدت عين الشباب واحنا بنقول ان الدين هو الاساس نحكم عليك بالاعدام تنضي الايام ويأتي تلميزه او المتأثر به ارستو اللي مات 322 قبل الميلاد هو كله لما قبل الميلاد سن العدد يصغر فكان تحضر بقى وقال الحقيقة الحقيقة الاخلاق هي الفضيلة والفضيلة لا تكون فضيلة الا باردت الانسان اذا دخل الدين ايه مين ينبقى اللي تجرأ وهل كده ارستو لكن سوكراط كان بيحاول يدخل القوانين الدولة واردات الناس ومن ضمن تعريف او تأسيس الاخلاق صحيح كل جيل وكل انسان بيحاول يطور جه بعد كده في الاسلام انا بكلم بقى على هنتقل نقلة كبيرة قوي الابو حمد الغزالي ابو حمد الغزالي ده اتولد 450 هجرية في نفس السنة اللي مات فيها لماما وردي ومات 505 ابو حمد الغزالي بيتساءل هي الاخلاق بالميراث ولا الاخلاق بالاكتساب مكتسبة اما